أعلن حزب المحافظين البريطاني فوز وزير الخزانة السابق ريشي سوناكا بزعامة الحزب ورئاسة الحكومة ليقود بذلك البلاد وسط انقسام عميق جراء الركود الاقتصادي الذي قد يتسبب في إفقار الملايين وتعهد سوناكا عقب إعلان فوزه بأي عمل يوميا لتقديم المساعدة للشعب البريطاني وحذر من أن الحكومة تتواجه تحديات اقتصادية عميقة وسوناكا البالغ من العمر 42 عاما هو أول زعيم للحزب من خلفية أقلية في بريطانيا فهو ينحدر من عائلة هندية مهاجرة يشرفني أن أحصل على دعم زملاء البرلمانيين لزعامة حزب المحافظين إنه أعظم امتياز في حياتي أن أكون زعيما للحزب الذي أحببت وأن أخدم بلد الذي أدين له بالكثير المملكة المتحدة بلد عظيم لكن لا شك أننا نواجه تحديات اقتصادية جسيمة نحن بحاجة إلى الاستقرار والوحدة وسأبذل قصارى جهدي لإعادة حزبي وبلدي معا لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنتغلب بها على المصاعب التي تواجهنا ونبني بها مستقبلا أكثر إشراقا لأبنائنا وأحفادنا أتعهد بأن أعمل ليلا ونهارا لخدمتش ينب إلينا عبر الأقمال الصراعية من لندن إسلام عليم ورأس الجزيرة مباشر إسلام مرحبا بك إسلام بريطانيا تنتقل سريعا من حكومة ربما بدت من تصريحات مسؤوليها أنها تعادي المهاجرين تعادي منهم من أصول مختلفة أو مخالفة في بريطانيا إلى رئيس حكومة ورئيس حزب المحافظين أو زعيم للمحافظين من أصول هندية بالأساس ما الذي يحدث وكيف يؤثر ذلك على الأوضاع لديك تحاتي إليك حياة طبعا دعيني أشير فقط إلى نقطة مهمة جدا وأن أغلب تلك التصريحات خرجت من وزراء ومن أصول مهاجرة مثل وزيرة الخارجية السابقة ووزيرة الخارجية التي استقالت منذ أسبوعهم الوزيرتان هم من المهاجرات من أصول السيوية ولكن دعيني أتحدث عن الناحية الاقتصادية حياة الاقتصاد البريطاني عندما شهد ركودا كبيرا خلال الفترة المقبلة خصوصا بعد تولي لسترس السلطة في الشهرين الماضيين وتدنى مستوى الجنه الاستليني لمستوات قياسية إلا أنه اليوم مع تولي سناك الأسواق بدأت هادئة بدأ الجنه الاستليني ثابت هناك حالة من التفاؤل بقدوم هذا الوزير لأن له شعبية كبيرة خصوصا مع فترة كورونا والتي خلال تلك الفترة خصصة ميزانية ما يقارب من 400 مليار دولار لمواجهة الأزمة هو له شعبية منذ ذلك الحين ارتفعت شعبيته تجاه في أوساط المجتمع البريطاني تيجت المخصصات التي خصصها لمساعدة أيضا الأسر البريطانية خلال تلك الفترة فهو له شعبية كبيرة من الناحية الاقتصادية وهناك تفاؤل بقدوم سناك من الناحية لمواجهة الأزمة الاقتصادية حتى على مستوى المعالجات الاقتصادية التي بدأت بها ورئيسة الوزراء المستقيلة كان يعارض قصة خفض الضرائب التي أدت إلى تدني مستوى الجنه أثناء السباق الانتخابي مع الاسترس وكان هذا أبرز النقاط التي اعترض عليها سناك وقال بأنها ستسبب في كارثة اقتصادية وبالفعل حدث ذلك تدنى مستوى الجنه هبهبوط في مستوى السندات الحكومية الرجل له نظرة اقتصادية لذلك يبدو أن أعضاء حزب المحافظين وثقوا فيه من أجل الخروج بالبلاد من هذه الأزمة التي أرهقت المواطنين بشكل كبير وأيضا جعلت شعبية المحافظين بشكل عام متدنية بحسب استطلاعات الرأي هو يحاول خلال الفترة المقبلة النهوض بالحزب مرة أخرى استعادة قوة الحزب في الشارع البريطاني لذلك تنازلت المرشح المنافسة أمامه وفاز بالتسكية ليكون أول رئيس وزراء من أصل أسيا ويفوز بهذا المنصف في تاريخ المملكة المتحدة نعم إسلام إذن ساكن الجديد لعشرة داونينغ سريت وبالتأكيد سنتابع معك التطورات المتعلقة بهذا الملف شكرا جزيلا لك زميل إسلام علي مرسل الجزيرة كنت معنا عبر الأقمار الصنعية من لندن لك جزيل الشكر